بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام سنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم سنحطوه واحد الوصفاء على حسب العين الحاقدة العين اللي بكاتك العين اللي دارت لك اختناق في الصدر العين اللي طيحات لك شعرك العين اللي وقفات لك سعدك العين اللي طيحات لك صحتك ودارت لك تمرين الناس اللي عندهم العين ما تقدرو يدروح تحاجة الناس اللي عندهم العين تيجيهم الملل من كل شيء ولا يجيك خطيب يبالك عيوب لأنك مصابة بالعين ضروري أنك تحصني رأسك بهذا الوصفاء إن شاء الله الوصفة دينا دي اليوم هي دي طرد العين الحاقدة شنية العين الحاقدة؟ تتوقف الحال تتوقف الحال في الزواج تتوقف الحال في العمل تتوقف الحال في الزواج تتوقف الحال في المال العين الحاقدة خارجة من نفس أمارة بسوء نفس تتبغي لك زوال النعم هذيك النعمة اللي عندك تتبغي تحيدها لك بحل أنها تتعاكس هذيك الشي اللي خلق الله تتبغي لذيك الخير يكون عندها إذن الناس اللي عندهم العين الحاقدة أو العين الخبيطة كل واحد عارف واحد مقابلك أو واحد دائما يتربص بك بالنظر دائما تيجي بك وحد تشوفه تينوي أنه يصيبك بالعين دائما أنت مراقب أنت دائما مراقب من عين حاقدة إما في العمل إما في العائلة وإما في أي مكان غادي يكون عندك شخص معين يصيبك بالعين بخصوص الناس اللي تتصابوا تيكون كما نقولوا إحنا مغاربة دموا حلو أي حاجة غير بحل الجسد ديالو بحل بونجا بحل منشفه أي يقدر يتأثر بأي حاجة عنده أي حاجة يقدر تمسه في الجسد ديالو إذن التحصين هو اللازم على الإنسان اللي مصاب أو تتصاب بسرعة دائما دائما كما نقوله دموا حلو دائما تيتغير من حال إلى حال إلا نشل أي مكان تيكون عنده العين متربصة به لأنه دائما مقبول دائما محبوب دائما هو مشرق دائما تيقدر يتصاب بالعين إذن هذا الإنسان اللي دغياته يتصاب بالعين خاصه يحصن رأسه في أي بلسة يمشى يمشي عند عائلة يمشي العمل يمشي لأي مكان خاصه يحصن رأسه دائما بالقرآن الكريم أولا الناس اللي عندهم عندهم مشاكل دي العين تيتشتبهم دغيات تيتشتبهم بسرعة خاصه دائما التحصين بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمع العليم هذه ثلاث مرات بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمع العليم بسم الله بسم الله دائما البسمة الشريفة دائما قرها 19 مرة على ماء ونشربها أو أنني دائما نقرها في الليل مئة مرة تحصين من الشياطين وتحصين من الإنس إذن البسملة الشريفة هي أقوى تحصين الإنسان المصاب بالعين البسم الله والصلاة على الحبيب إذن أي مكان بغيت نخرج نقرأ آية الكرسي على الماء ونشربها ونرشي قليل على الجسد ديالي الناس اللي بغين تحصين أنهم أينما راحوا يزوم معهم شوية الشبا مع الحرمن ويقرأوا عليها المعودتين ويقرأوا عليها صورة الفلق وصورة الناس تبقى معهم في هذك الوقت اللي هما من شول أي مكان تبقى معهم من يجيوا يتبخروا بها ويحيدوا عليهم العين يطفعوا عليهم هذك العين يديرواها في كاس رونا وخليوا الحرمن يترتق وخليوا هذك الشبا الدوب من بعد تاخدوا كأس الماء وتخويه تحت مبين الرجلين ديالكم هذك الكاس رونا تحطوها مبين الرجلين ديالكم وتخويوا عليها الماء وتطفعوا العين قول طفيت العين حاقضة أما اليوم معنا الشبا اللي غادي إن شاء الله نحيدوا بها العين ونطردوا بها التوابع العين الحاقضة اللي صابتني خاصني ناخد الشبا تكون بحال هذي 150 جرام ديال الشبا وغادي نجيبها نديرها في كاسرون بعد ما ندوزها على الجسد ديالي كامل ندوزها على الجسد ديالي كامل وأنا تنقرى الفلق صورة الفلق من نوصل العقد نكررها ثلاث مرات صورة الفلق هي طاردة للحسد والعين والتابعة صورة الناس تحيد لك الوسواس وتحيد لك طاقة سلبية صورة الإخلاص ثلاث مرات صورة الفلق ثلاث مرات صورة الناس ثلاث مرات صورة الكافيرون ثلاث مرات آية الكرسي سبع مرات للتحصين ونقرى هذه الآية سبع مرات على الجسد ديالي كامل وأنا تندوز وأنا تندوز على الجسد ديالي وأنا تنقرى هذه الآية اللي غد نقرها سبع مرات أعود بالله من الشيطان الرجيم وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بغيت ترد العين إلى صاحبها غالد تقرأوا هذه الآية 11 مرة كل صباح وكل مساء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتال وكان الله قويا عزيزا إذن أتقرأوا 11 مرة في الصباح 11 مرة منتمشيوا الفرج ديالكم هاتشبة غادي دوزوا على الجسد ديالكم وتخليوها حدى الرأس ديلكم ليلة كاملة إما طفوها عليكم صباحا ولا ظهرا ولا عصرا ولا احتجي من العمل وطفها في أي وقت بغيتي طفها تحت منك ولكن تحطها في كاسرون تقولي بسم الله الله أكبر ورد الله الذي تقرأ الآية ديال العين يكادوا الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين غادي تقرأها مرة واحدة وغادي تحطوها في الكاسرون وغادي تخلي واحدة الدوب غادي تدير فقاعات وغادي تدير عيون ولكن غادي تاخدوا واحد شوية الملحة وغادي تقرأوا عليها إن فتحنا لك فتحة مبينة ثلاث مرات وغادي تطرميوها على الملح تقولي اللهم افتح لي جميع الأبواب لغلقاتها علي العين اللهم افتح عني جميع الأبواب اللهم اطفي عني العين الحاقدة الباغدة اللهم اطفيها عني وردها إلى صاحبها إذن العين الحاقدة العين الباغدة العين اللي تتكون حاسدة تتكون تتأثر على الجسد تدير لك مرض تدير لك توابع تدير لك توقيف الحال إذن تابهوا لأدل الأمر وحاولوا أنكم تحصنوا ريوسكم على أساس أنكم تحيدوا سحر التمريد ديال العيون كي ينسحر العيون السحر اللي تيكون معاك هو تيسحرك بعين إيه وتيبغي لك تمرضي يبغيك أنك تتصابي بالعين يبغي أنه يأثر عليك ويبغي يصطلك إرسال قوي بعينه الخبيطة على نية على نية أنه يدرك في مالك في صحتك في أبوه في أموالك في أولادك في أي حاجة في بيتك في زوجك أي حاجة إذن نتابهوا الإنسان اللي مصاب بالعين قصوا يحصن راسه ويدير أبسط حاجة هي الشبا والحرمل والملح ويقرأ آيات للإبطال السحر اللي سيدر الجسد وتيعطيك طاقة التمريد طاقة التوقيف الحال إذن إذن الشبا غادي ديروها حتى الدوب مزيان وترميو عليها الملحة اللي قرينا عليها وغادي إن شاء الله نديرها هذه الكاسرونة سخونة نحطها ما بين الرجلين ديالي ونأخذ كأس الماء وغادي نطفع لي هاد العين الحاقضة الماء غادي تخرجوه في أي مكان يكون عاشب ترميو هادك الماء ديال العين اللي حيت وغادي تطفع لك التوابع وتطفع لك العين الحاقضة إذن حاولوا أنكم تديروها على نية الشفاء من جميع التوابع توقيف الحال المرض توقيف الحال في المال حتى العتبة تقدري تديرها لها تبيتيها تقرأي وتبيتي العتبة وغادي يكون عندك إن شاء الله إبطال العين لدخلات على طريق الباب إذن أحبابي تنتمنى لكم الصحابة العفية تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وتنتمنى ربيعونكم ويسخر لكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله